أجرى الرئيساني الفرنسي مانويل ماكرون والروسي ولاديمير بوتين اتصالا هاتفي استمر 105 دقائق أكد خلاله بوتين استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا في حال التطبيق غير المشروط للمطارب الروسية المعروفة وقد بحث الرئيسان الروسي والفرنسي حسب بيان الكريملين قضايا إخلاء المدنيين من مناطق الاشتباكات القتالية حيث لفت بوتين الانتباه إلى كييف حيث تواصل عدم الإفاء بالاتفاقات التي تم التوصول إليها وذكر الكريملين أن الرئيسين أجري الاتصال التي فيه بمبادرة من الطرف الفرنسية موضحا أن بوتين اتهم متطرفين أوكرانيين بارتكاب حادثة وقعت يوم الثالث من مارس في محطة زابوريجيا للتقن نووية في أوكرينيا وأشار بيان صادر عن قصر الإليزي إلى أن بوتين نفى لمكرا خلال المكالمة استهداف مدنيين في أوكرانيا مضيفا أن روسيا ستحقق أهدفها بالحرب أو عبر المفاوضات وأوضح بيان الإليزيين ماكرو أبلغ بوتين أن استخدام مصطلح نازية غير مقبول